ينظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية غدا الخميس بعنوان التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني وأوضح بيان لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الصالون سوف يطرح عدة أسئلة ومحاور على ديوف الجلسة للنقاش من بينها كيفية مساهمة الحوار الوطني في الاتفاق على نقاط لقانون الإجراءات الجنئية وبالتحديد في ملف الحبس الاحتياطي ودور لجنة العفو الرأسي في معالجة هذا الموضوع وغيرها من الأسئلة محل النقاش